خليني أقول لحضراتكم كده في البداية هي ليه القمة دي أصلاً مهمة؟ قولاً واحداً ده مش مجرد نشاط رئاسي ديبلوماسي عادي أو طبيعي القمة دي مهمة جداً لأكتر من سبب أول حاجة بتشارك فيها أكتر من أربعين دولة بمستويات تمثيل مختلفة الحقيقة تاني حاجة مهمة جداً متعلقة بحوار بيترسبيرجلي المناخ هو التوقيت اللي بيجي فيه النهاردة إحنا بنتكلم عن حرب روسية أوكرانية بتلقي بظلالها على العالم كله بنتكلم عن ثلاث أزمات مرتبطين ببعض ارتباط كبير جداً أزمة إمدادات الغذاء، أزمة إمدادات الطاقة، أزمة التغير المناخي الثلاثة بيأثروا على بعض وبيتأثروا ببعض بشكل كبير جداً كل دوت الحقيقة مرتبط كمان باستضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر يعني بعد أشهر قليلة في نوفمبر القادم واللي بيحصل النهاردة في ألمانيا في قمة بيترسبيرج تحديداً هو تمهيد لمصار طويل من العمل على قضية التغير المناخي مصار طويل الحقيقة مصر أخدت على عطقها في مهمة أنه يعني تحدث فارق وهنا عايزة أستعير أو أستعين بالجملة اللي تكلم عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قمة شرم الشيخ يجب أن تكون قمة فارقة وفاصلة فيما يتعلق بقضية التغير المناخي الموضوع مش بس أعدى ولا جلسة ولا قمة ولا مؤتمر يعني يعط فيه زعماء ورؤساء وانتهى الأمر عند الحد دوت أو يخرج منه تعهدات تكون حبرة على ورق بعدين أو يعني تبقى الأوراق حبيسة الأدراج بالعكس اللي هيحصل فيه نوفمبر في شرم الشيخ لازم يكون فارق جداً ومختلف ما قبله عما بعده تماماً في قضية لم يعود الحديث عنها هو مجرد رفاهية نهاردة احنا بنتكلم عن تغير المناخي ما بقاش من الممكن احنا نستنى ونقول التأثير قادم بعد سنوات أو في العقد القادم من السنين أو ننتظر لما الأمور تيجي عند بابنا لا احنا عايشين أصلاً دلوقتي فيه تأثيرات وتداعيات وآثار كارثية للتغير المناخي ابتداياً بقى من الحرائق اللي احنا بنشوفها في كل مكان في العالم وتحديداً في أوروبا وهنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية للتغير درجات الحرارة والأجواء الغير الطبيعية اللي احنا بنشوفها في مصر وفي دول كتير الحقيقة بنتكلم كمان عن تأثيرات كتير مختلفة ما هو أصل التغير المناخي دود مش مجرد أن انت الجو بيختلف يعني أو الدرجات الحرارة بتختلف لا هو الموضوع مرتبط بحاجات كتير قوي عندك دوابان للجليد بيأثر على مناسيب البحر في أماكن مختلفة لما مناسيب البحر تختلف وتتأثر اللي بيحصل أنه في مدن بأكملها مهددة بيء الغرق عندك تغيرات مناخية بتخلي حتى المحاصيل تختلف بتخلي الأمن الغذائي يتهدد بشكل كبير جدا عندك ناس بتهاجر من أماكن لأماكن تانية ومن مدن لمدن تانية جوة حدود البلد الواحد نتيجة للتغيرات المناخية قضية لم تعود الحقيقة يعني الحديث عنها رفاهية أو حاجة ينعملها يا ما نعملهاش لا التغير والتحرك دلوقتي في قضية التغير المناخي أمر لا يقبل شك والتشكيك إيه بقى الدور اللي بتقوم بمصر هنا قبل ما نخش في تفاصيل الزيارة واللقاء والمؤتمر الصحفي المشترك ما بين رئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس قبل ما نتكلم في التفاصيل دي خليني أقول لحضراتكم أنه مصر النهاردة بمشاركتها في قمة بيترسبيرجلي المناخ هو تمهيد زي ما قلنا للإجراءات المهمة والتعهدات المهمة والإجراءات المهمة اللي مصر بتسعى للحصول عليها في شرم الشيخ في نوفمبر القادم مصر بتسعى أنها ترسم مصار وتاخد تعهدات حقيقية والتزامات حقيقية من كل الدول لأنه النهاردة احنا بنتكلم عن قارة إفريقية تبحث عن التنمية في نفس الوقت اللي الكل بيتكلم فيه عن مصادر متجددة للطاقة طب هل نقدر نساوي السنين الطويلة للدول الصناعية الكبرى عملت فيها مصانع وعملت فيها تلوس وعملت فيها نهضة صناعية واستفادت من وراء هذه النهضة بالدول لسه بتسعى دلوقتي لتحقيق التنمية وبتسعى الاستفادة من مواردها فهنا مصر بتتكلم عن العدالة في وصول الطاقة وانتقال الطاقة المتجددة وبتسعى لي العدالة أن أفريقيا تقدر يعني تحصل على أو تستخدم كل مواردها بالشكل اللي الشعوب بتبحث عنه يعني بتدور عليه بشكل كبير جدا ده اللي مصر يعني بتاخده على عاطقها وده اللي مصر اللي حقيقة بتسعى لي تحقيقه من خلال الحديث باسم القارة الإفريقية ومن خلال بقى طرح يعني مطالب محددة ووضحة في القمة دي وكمان وصولا لي قمة شرم الشيخ عشان كده القمة دي مهمة عشان كده مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا في حوار بيترسبيرج هو أمر مفصلي طب إيه اللي حصل في برلين وإيه طبيعة اللقاءات وإيه اللي تقال في المؤتمر الصحفي عايزة أبدأ مع حضراتكم في قضية المؤتمر الصحفي واللي تقال فيه لأنه الرئيس كان حريص جدا على التأكيد على أنه أزمة الطاقة هي أزمة عالمية كاشفة مش بس في أنه إمدادات الطاقة تبقى متوفرة لا كمان في طبيعة هذه الطاقة وكمان في تكلفة هذه الطاقة وتأثيرات ده بشكل مباشر على الأسعار على الدول المختلفة ومنها مصر مصر اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنها كانت متنبهة جدا في الوقت اللي كمان ما كانش فيه أزمة يعني كان فيه استباق أو رؤية بعيدة وثاقبة للي بيحصل دلوقتي عملت إيه مصر فيه وقت ما ما كانش فيه أزمة خالص عملت منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة كان الهدف منه تعظيم وتركيز مصادر الطاقة في شرق المتوسط وأنه يتم الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات الموجودة في مصر عشان تصل الطاقة والغاز للمستهلكين وكمان تتحول مصر إلى مركز قليمي ولوجستي لتصدير الطاقة والغاز الطبيعي تحديدا